فصل الشتاء المقبل لن يكون كسابقه في أوروبا فالاتحاد الأوروبي يستعد للتوقف عن الاعتماد على الغاز الروسي شيئاً فشيئاً وبالفعل بدأت دول عدة في اتخاذ أولى الإجراءات للإقدام على هذه الخطوة فرنسا إحدها، إذ أكد وزير ماليتها أن الحكومة تحضر للوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسي يجب أن نستعد لوقف كامل لإمدادات الغاز الروسي فهذا هو الاحتمال الأكثر ترجيحاً اليوم وهذا ما يتطلب تسريع استقلالنا الطاقي وملأ مخزوناتنا وبناء مصنع غاز طبيعي مسال عائم قبالة ميناء لوهافر في أسرع الأجهل ولمواجهة هذا السيناريو دعا وزير المالية الفرنسي الأسر والشركات إلى ضبط استهلاكها للطاقة كما أشار إلى أن البلاد ستعمل على تطوير قطاعات جديدة وإحداث برامج مفاعلات نووية خلال السنوات القادمة وإلى جانب فرنسا بادرت حكومات أوروبية أخرى إلى اعتماد بدائل لغاز موسكو فألمانيا مثلاً عادت للجوء إلى محطاتها العاملة بالفحم لتوليد الكهرباء وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن العمل جار لبناء منشآت مرفئية من أجل استقبال واردات الغاز المسال بحران كما تحدث عن إمكانية الدخول بشكل مشترك في عمليات شراء الطاقة مع دول أوروبية أخرى وكذلك تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة وفي هذا السياق من المقرر أن تناقش دول التكتر الأوروبي خطط الطوارئ لفصل الشتاء خلال اجتماع طارئ أواخر يوليو الجاري في محاولة لضمان توافر احتياطي غاز كاف يلائم ذروة الطلب على التدفئة والطاقة لسيما بعد تلميح موسكو مرات عدة باحتمال قطعها لإمدادات الغاز عبر خط أنابيب نوردستريم الذي يؤمن قسماً أساسياً من واردات أوروبا بالإضافة إلى سعي بعض الدول الأوروبية لفرض حظر كامل على النفط والغاز الروسيين